موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر مؤخرا المرسوم الرئاسي القاضي بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا والتي من شأنها أن تساهم بصفتها أعلى سلطة علمية في البلاد في تطوير العلوم وتطبيقاتها وتقديم المشورة للسلطات العلمية في هذا الميدان ويحدد المشروع النهائي لإنشاء هذه الأكاديمية التي بادرت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإطار العام الذي يسير هذا الفضاء العلمي والمهام الموكلة إليه وهم مختلف الميادين التي تشملها للخوض في هذا الموضوع الهام تتشرف وكالة الأنباء الجزائرية باستقبال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد ميباركي معالي الوزير مرحبا بكم معالي الوزير ما هي الظروف التي أدت إلى إنشاء هذه الأكاديمية وماذا تنتظرون من هذا الفضاء العلمي الكبير أن يلعبه في الساحة العلمية الجزائرية كما تفضلت أكاديمية العلوم في كل بلدان وخلال التاريخ هي تكون وتكون في سلطة عليا للعلوم والتكنولوجيا في أي بلد وتشارك في مرئية المجهود العلمي والتعليم العالي اللي هو موجود في أي بلد ولذلك جاءت هذه المؤسسة الجديدة اللي هي الأكاديمية العلوم والتكنولوجيا في بلدنا وذلك بعد كل الملاحظات والاقتراحات اللي جاءتنا من الجزائريين العاملين في الخارج الأولماء الجزائريين اللي هم موجودين في الخارج من طرف الأكاديميات اللي نتعامل معها من طرف الملاحظات والاقتراحات اللي جاءتنا كذلك من خلال معاملتنا الدولية مع مراكز بحث مع جامعات والجزائر قد نفسها هي الوحيدة في المحيط البحر الأبيض المتوسط الوحيدة مع ليبيا اللي ما عندهاش مؤسسة من هذا النوع اللي كما قلت تشارك في مرئية المجهود العلمي ومجهود في البحث العلمي والمجهود في التعليم العالي في أي بلد الأكاديمية تم الاتفاق أكاديمية العلوم والتكنولوجيا تم الاتفاق على إنشائها قلت من طرف العلماء الجزائريين وعني تم كذلك الرأي على أن تكون أكاديمية للعلوم وللتكنولوجيات في نفس الوقت وذلك حتى تكون كل الميدين الكبرى للعلوم والتكنولوجيا ممثلة داخل هذه الأكاديمية وقمنا باتفاق ومعاونة أكاديمية العلوم الفرنسية من خلال الاتفاقية مضيناها معها منذ ثلاث سنوات في العمل حتى وصلنا اليوم إلى إنشاء من خلال صدور المرسومة لذكرته إنشاء هذه الأكاديمية أكاديمية العلوم والتكنولوجيا للجزائر ما هي المبادئ التي يشملها هذا الفضاء العلمي؟ هي نقدر أن نذكر بالمهام ربما تكون هي مهام الأكاديمية العلوم والتكنولوجيا هي الدورة التي أولا مساهمة في تطوير العلوم والتكنولوجيا بصفة عامة وتطبيق تنقل التكنولوجيات على أرض الميدان كذلك من المهام ترقية تعليم العلوم والتكنولوجيات في البلاد أداء دور كذلك من المهام أداء دور الاستشارة لمساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرار في كثير من مجالات وكثير من الاختيارات الاستراتيجية بالنسبة لكل المواضيع التي تهم العلوم والتكنولوجيا التعزيز كذلك تبادل وتعاون مع الهيئات العلمية الدولية وكما قلت سابقا تساعد وتشارك في مرئية أحسن للمجهود الذي هو معمول به في الجزائر قلت مع الوزير الميدين كم حددتم من ميدان ضمن هذا الفضاء العلمي الميدين التي حددتها لجنة التحضير هي نقدر أن نسيغها في ثمن ميدين كبرى أولا العلوم التكنولوجية ثانيا علوم المادة وعلوم الطبيعة والحياة الرياضيات الإعلام الآلي علوم الأرض والكون العلوم الطبية الفيزياء والكيمياء يعني ثمن ميدين كبرى من خلالها كل تخصصات الميدين العلمية والتكنولوجية تقدر تنضم إلى هذا الفضاء مع المزيد بالنظر إلى القدرات الجزائر في هذه المجالات هل تعتبرون بأن هذه المجالات كفيلة كمرحة الأولى بالدفع بهذه الأكاديمية يعني وهي في أول مراحلها؟ هذا الميادين اخترنا أولا بش نبدأ بأكاديمية العلوم التكنولوجية لأن في هذا الميدان للجزائر تقدر تقول بأن المجهود للمجهود نتاحها مد ثمارتها من خلال كل مراكز البحث العلمي التي أنجزت وتجهزت وهي يعني تعمل من خلال كذلك تكوين هيئة باحثين لا بس بها يعني من ناحية العدد ومن ناحية النوائية ولذلك بدينا بهذه الأكاديمية أكاديمية العلوم وتكنولوجيا منظم أن الجزائر استثمرت الكثير في هذه الميادين ونتائج معروفة معروفة على مستوى الإفريقية ومستوى البلدان العربية على الأقل بأن النخبة العلمية والتقنية الموجودة في الجزائر هي من أحسن النخب في البلدان العربية وفي إفريقيا وهذا يعني معروف ومقبول من الكن لكن قبل مرحلة الإنشاء مع الوزير كانت قد شكرت لجنة لمتابعة هذا المشروع هل من كلمة في هذا السياق؟ قلت أن تكوين وإنشاء هذه الأكاديمية بدأ منذ ثلث سنوات منذ ثلث سنوات كانت لجنة مؤقتة التي هي قائمة لحد الآن تضم 11 قطاع نشاط أو قطاعات وزارية التي لديها علاقة مع العلوم والتكنولوجيا ومع التقنيات منها وزارة الصناعة والمناجم وزارة الطاقة وزارة البناء وزارة الفلاحة وكل 11 وزارة ممثلة في هذه اللجنة التي كانت تتحضر لإنشاء الأكاديمية بالنسبة لموضوع هام يخص هذا الإنشاء الأكاديمية وهو ملف الترشح ما هي المعايير التي أسستها الوزارة للإنضمام إلى هذه الأكاديمية بالنظر إلى أهميتها من الناحية العلمية والأخلاقية الحكومة في إنشاء أكاديمية العلوم والتكنولوجيا الجزائرية حرصت على مقياس أولا الاستقلالية استقلالية هذه المؤسسة وهذا الفضاء حتى يصبح لعب الدور حرصت كذلك من جهة أخرى على النوعية على نوعية الأكاديميين هذول اللي قد يكونوا في هذه المؤسسة حتى تكون قادرة تستجب مع ما هو مطلوب منها وقادرة تلعب دورها في علاقتها مع الأكاديميات العلمية العالمية وفي هذا الإطار المقاييس حتى لديمارش المسار التي توصلنا لإنشاء هذه الأكاديمية هو واضح وتم دائما باتفاق ومعاونة وتجربة أكاديمية العلوم الفرنسية اللي قلت درنا اتفاقية منذ سنتين مع هذه الأكاديمية حتى وصلنا اليوم لإنشاء من خلال المرسوم هذه الأكاديمية وتزيد تواصل في العمل حتى الاختيار للنواة الأولى اللي هي خمسين واحدة المقاييس يعني معروفة وهي معروفة مقبولة مقاييس دولية أكيد مقبولة عالميا ودوليا هي مقاييس تخص يعني المنتوج أو الإنتاج العلمي من خلال المنشورات في مجلات عالمية علمية معروفة الإنتاج البداغوجي من خلال يعني الإنتاج كتب مثلا التعطير تعطير خاصة تعطير في الجامعات وخاصة تعطير على طروحة الدكتورة أو على طروحة الماجستير هما أساسا هذا الثلاث مقاييس اللي هي مقبولة يعني عالميا وما فيها حتى يعني أخذوا ولا ولا رد مدام نبحث في الجزائر على فضاع يكون يعني ذا مستوى ما لناش اختيار ما عدا هذا المقاييس التطبيق تاحها إن شاء الله يكون بكل وضوح افتحنا المجال لكل أساتذة الباحثين لكل الباحثين لكل العاملين أو المهندسين اللي عندهم تجربة في الميادين التكنولوجية في وزارات أخرى في قطاعات نشاط أخرى يطرحوا ملفاتهم من خلال هذه الثلاثة أو أربع مقاييس اللي ذكرتها هناك اللجنة اللي تكلمنا عليها لجنة التحذير اللي هي فقط تبع المرحل مرحلة الترشح اللي هي ما زال مفتوحة إلى غاية إلى غاية سبعة ماي تبع كذلك دراسة الملفات أو تحذيرها للجنة التحكيم الدولية لأن في الأخير هناك لجنة لجنة التحكيم الدولية متكونة من الأكاديميات الأحسن أكاديميات أو أفضل أكاديميات في العالم الأكاديمية العلم وأكاديمية التكنولوجية الفرنسية الأكاديمية العلم البريطانية الأكاديمية الأمريكية السويدية وضمينا حتى مؤخراً أكاديمية العلم والتكنولوجية الألمانية يعني اللجنة لجنة يعني الجري فينال يكون متكون من من هذه الأكاديميات من ثلاث أعضاء من كل هذه الأكاديميات الستة اللي ذكرتها وهو ما اللي يشرفوا على الاختيار للنواة الأولى النواة الأولى اللي هي متكونة على خمسين الستاتوي بتاع الأكاديمية أكاديمية العلم والتكنولوجيا الجزائرية يتكلم على مئتين عضو وبالتالي قررنا باش في البداية تكون نواة متكونة من خمسين لأن العادة والعرف وهو معروف من خلال تاريخ هذه الأكاديميات وهذه الفضاءات هو أن الأعضاء الأكاديميين هما اللي يقبلوا الأكاديميين الجدد لكن إحنا في البداية في الإنشاء لابد تكون هناك نواة أولى متكونة من خمسين قررنا أن العدد الإجمالي يكون فيه مئتين عضو الأكاديمية والنواة الأولى اللي كما قلت ونزيد نذكر تختار على أساس مقاييس علمية اللي ذكرتها وتختار من طرف لجنة تحكيم دولية خمسين الأولين تم اختيارهم على أساس تكون هي النواة الأولى اللي تنطلق وبالتالي اختارينا كذلك باش ثمن ميادين اللي ذكرناها واللي هي تكون الأكاديمية العلوم التكنولوجيا الجزائرية ثمن ميادين تكون ممثلة داخل الأكاديمية داخل هذه النواة الأولى النواة الأولى نعم داخل النواة الأولى على أساس على الأقل ثلاث ممثلين لكل ميدان ثلاثة من الرياضية ثلاثة من الفيزيائيين ثلاثة من الكيميا إلى آخيره لأنها النواة الأولى من بعد يتم الاختيار وتلعب دورها هذه النواة الأولى لازم يكون كل هذه الثميادين الكبرى التي اذكرناها تكون ممثلين كذلك قررنا باش تكون على الأكثر خمس أولماء جزائريين اللي يعملوا في الخارج اللي يكونوا من ضمن هاد الخمسين الأولين قررنا كذلك باش يكون يعني التمثيل في نوع من التوازن بين العلميين السيونتيفيك أكاديميك والتكنولوج التقنيين يكون على الأقل عشرة ثمانية أو عشرة من هذه التكنولوجيا المهندسين التكنولوجيا اللي يكونوا حاضرين في هذه النواة الأولى هل تظنون مع الوزير أن عدد أعضاء هذه النواة من جهة والمقابل بالمقابل عدد الباحثين والتكنولوجيين يعني يكون يعني عادل تمثيل تمثيلهم في النواة هذه تمثيل يكون عادل بطبيعة الحال لأن الميادين الثمانية اللي ذكرتها هناك مختصين من اللي عندهم يعني مستوى مرتفع ومعروف في كل هذه الميادين الثمانية اللي ذكرناها هناك جزائريين يعني قادرين ومعروفين على مستوى عالمي وقادرين يكونوا حاضرين في هذه النواة الأولى من الأكاديميين اللي هما إن شاء الله من بعد هما ليشرفوا على اندماج العلماء الآخرين اللي يكونوا في المستقبل أعضاء لهذه الأكاديمية كذلك قررنا وهذا في ستاتي باش نحافظوا على المستوى وعلى الاستقلالية باش كل سنة الأكاديمية ما تقدرش الأكاديميين هذا ما يقدرش يدمجوا أكثر من 25 سنويا 25 عضو عضو جديدة سنويا حتى نوصل إلى العدد الإجمالي اللي هو 200 عضو يعني غادي ناخذوا وقت لاش نكونوا هذه الأكاديميين ما عليش ناخذوا وقت الوقت الكافي 4 سنين 5 سنين ولكن نحافظوا على المستوى اللي لابد نحرصوا عليه يكون يعني أساس هذه الأكاديميين حتى تكون لها مصدقية أيضا حتى تكون لها مصدقية حتى تلعب دورها حتى تكون لها يعني علاقات مع الأكاديمية العلمية الأخرى الدولية مستقية ولعب دور كذلك الأقل على مستوى البلدان البحر العبيض المتوسط لأن علاقات تبادل معها كبيرة ما للوزير على ذكر ملفات الترشح كم عدد الملفات التي الواردة إلى الوصاية لحد الآن كما قلت لازم نذكر بأن ما زال مجال مفتوح يعني إلى غاية سبعة ميل لترشح لحد الآن نظن سجلنا ما يحاول مئتين ملف لترشح من بينها مئة وخمسين ملف وهي كاملة والأخرين رحنا في اتصال معهم يعني السكريطاريا هذا المؤقت اللي رح يتبع في تكوين الأكاديمية هو في اتصال مع كل المترشحين حتى يكون ملفات يعني كلها كاملة وجاهزة منها إلى سبعة مائة ويبقى نزيد نذكر ونأكد عليه أن الترشح مفتوح إلى غاية سبعة مائة ما المزير هناك من يقول بأن الباب الأكاديمية مفتوح لكل إطار جامعي أو أستاذ جامعي ما قولكم في هذا وهل هل تظنون أن الأكاديمية من شأنها أن تفتح الأبواب يعني بعد تشكيلها وبعد وضع أسسها الأولى أن تفتح الأبواب لمجالات أخرى هذه أكاديمية الأول العلوم والتكنولوجيا المجالات الأخرى يعني في نفس المجالات هي مفتوحة إلى كل العلماء الجزائريين اللي يظنوا اللي عندهم ما كانتهم في هذا الأكاديمية نحن دلنا مقاييس فقط لتكوين النواة الأولى من بين المقاييس ما بلعنا الباب حتى الواحد يعني الترشح إلى كل جزائري يظن عندها كتب عندها منشورات علمية معترف بها عندها مساهمة كبيرة في تكوين الجميع الجزائرية من خلال التأطير على الدكتورة من خلال التأطير على الماجستر كل واحد عندها مقاييس من هذا النوع له الحق فقط دلنا مقاييس ربما ما تكون شعني بها تكون دراسة سهلة هنا لابد أن المترشح من بين الجامعين يكون عندها درجة أستاذ فكي سوا بروفيسور ما عنده شعني يقدر يدخل ربما في هذا الكونديداتيور ولكن حظوظة قليلة مقارنة مع البروفيسور بالنسبة للتقنيين قلنا لازم يكون تجربة في الميدان لازم يكون مهندس دولة منذ مدة ويكون عندها تجربة معينة في هذا الميدان ولكن الترشح لكل ما عندها هذا المقاييس هو مفتوح كما قلت نعود نكرر درنا لجنة من تقريبا 20 فرد وهي تمثل 11 وزارة زائد وزارة التعليم العالي لتشرف على العمالية الشرط الأول هو أن أعضاء هذه اللجنة خاصة أعضاء اللجنة اللي شاركوا في تحديد المقاييس وتحديد طريقة الانتماء المستقبلي للأكاديمية شرطنا على نفسنا شرطنا عليهم باش ما يكون مترشحين لهذا الأكاديمية باش يعني تكون الأمور التم في كل وضوح وفي كل شفافية ما يقدرش واحد يشارك في تحديد مقاييس ومن بعد يروح يترشح إلى الأكاديمية وتتطبق عليه المقاييس اللي هو قررها هذا يعني من باب الشفافية حرصنا على هذا الأمر ثانيا كذلك ومع أكاديمية العلوم الفرنسية حرصنا أن المقاييس اللي تم دراسة الملفات على أساسها تكون يعني مقبولة عالميا الانتاج العلمي الانتاج البيداغوجي من خلال الكتب الشراف على أطرحات دكتورة ومجيسة هذه الأمور هذه الأمور التي نقدر نوزنها وكل واحد يقدر يوزن نفسه داخل هذا الإطار داخل هذا المقاييس معالي الوزير هل تظنون أن إنشاء مثل هذه الأكاديمية يعني فعلا في الجزائر سيدفع بمجال البحث العلمي في بلادنا أنا متأقن بأن فضاء كما هذا يساهم ويدفع في 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 تكوين يعني نخبة علمية وتقنية في 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 بلادنا يساهم كذلك في مرئية المجهود اللي هو موجود في الجزائر في هذا الميدان يساعد في يعني ربط علاقات علمية في مستوى عالي يساعد كذلك في في أداء الاستشارة للحكومة وللدولة فيما يدين كثير تكلم على الاستشارة فقط كما هو معمول به في كل في كل البلد معني وزير هل نأمل في أن في أن تارى النور يعني هذه الأكاديمية تارى النور في أقرب الأجال إن شاء الله إن شاء الله هل من تاريخ يعني نحن ذكرنا أن المجال المفتوح إلى غاية سبعة ماي للترشح مباشرة بعد بعد هذا السبعة ماي نحضره وندرسه مع الأكاديمية العلوم الفرنسية الملفات الملفات لنقدمها إلى اللجنة ونحن ناوين إن شاء الله في بداية شهر جوان تجتمع هذه اللجنة الدولية حتى تختار الخمسين أكاديمي الجزائري الأولي إذن في غضون هذه السنة هذه السنة إن شاء الله تتم إنشاء الأكاديمية العلوم والتكنولوجية الجزائرية إن شاء الله شكراً معاً لوزير تعليم العالي والبحث العلمي شكراً شكراً لكم